مواصلة لفعاليات التي نظمت الحركة على المستوى الوطني التي فاقت ما يقارب 300 تظاهرة الاعتبار أن الحركة منذ 7 أكتوبر في كل مدن المغرب تخرج بشكل مستمر بل أجزم بأن حركة توحد أصلاح المبادرة المغربية لدعم النصرة على المستوى الوطني يعني كل محطات البارزة والتي دائما تكون يوم الأحد يوم الأربعاء يوم الجمعة والتي كانت فيها الحركة توحد أصلاح المبادرة المغربية لدعم النصرة منذ 7 أكتوبر حاضرة بالإضافة لهذه المواعد التي كانت تخرجت مجموعة من الفروع وأقاليم حركة توحد أصلاح في المبادرة المغربية لدعم النصرة ينظمون وحفات في الاثنين والثلاثة والخميس والسبت ببعنى أننا نريد أن نقوله هذه الشهرين لعرفتها معركة توفى الأحصى يعني إيماناً حركة توحد الأصلاح بواجب الوحط في دعم القضية الفلسطينية الحركة تعتبر مناصرة القضية الفلسطينية واجب الوحط كيف هذا بشكل عام أما الآن ونحن نشهد هذا التكالب العالمي والتواطع الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية لدعم هذا الكيان المحتل واللي نشاهد الضمار الشامل والإجراب والمجازر وهذا الصمت ما يسمى بي المنتظم الأممي وهذا المواتح الدولية لذلك ما شفناش هذه المقررات وهذه المؤتمرات وهذه المنظمة التي ترفع الشعار الحق في الحياة ومن أجل إلغاء عقوبة الإعداء هذه المنظمة الأممية شفنها صامتة دو اليوم أين هو هذا الحق في الحياة واللي الآن فيه واحد الانتكاسة واحد الانتهاك واحد القتل متعمد يعني كل جرائم التي يتحدث عنها القانون الدولي الإنساني كل جرائم الحرب اللي هي موضوع اللي ستكون في المحاكمة المحاكمة الجنائية الدولية اليوم الكيان الصيوني يرتكبها وشفنا بالأمس كيف أن مجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية ترفع الفيتو من أجل استمرار القتل دي الأطفال وهذا طبعا واحد نوع من ما غنقولش الضلم هو واحد نوع أسقط أسقط المنظومة القيمية الغربية اللي اليوم واحد العديد من الناس يتشبتون بها هذا الخطاب يعني صحت وهذا الخطاب ولى إلى غير رجعة لأن اليوم هذه الانتهاكات الجسيمة لهذه المواتح الدولية لم نسمع لهذه الهيئات لا الأممية ولا الإحليم المحلية واحد الضغط وحتى تأتي ذلك حركة تحدي إصلاح منخرطة نح في هذه المعركة ديته في الأحصى أنه انطلاحا من واجب النصر انطلاحا من مبدأ مناصرة المستضعفين وأيضا لأن اليوم المعركة أكيد هي تدور في غزة وفي الضفة الغربية ولكن ما يتم التخطيط له هو معلن هو يستهدف المسجد الأحصى أولى لقبلتين وبالتالي ارتباطنا بهذه القضية هو ارتباط عخدي ارتباط شرعي بالدرجة الأولى ثم طبعا ارتباط إنساني شعب المغربي اليوم منذ شهرين وهو يخرج بالآلف في استفتاء شعبي على هذه السياسة الرمز من هذه البلاد بأنها صحتت وأنه مطلوب الاستجابة لدى بدل الشارع لأن هذا هو الموحف الذي هو يستجيب مع تاريخ المغربي المشرف في دعم قضية فلسطينية ما دونه ويكشك كله وحد الخيدلان للقضية الفلسطينية أصبح أمرا مخجيلا أنه في هذا القرن اللي هو قرن للحقوق الإنسان وغيرها من القوانين الدولية والمواتق الإنسانية نشاهد هذه الجرائم يعني أمام ملآة يعني مرآة الجميع يعني أمام الكاميرات وأمام فإذا هذا موقيف يعني المسيرة جاءت تعبر عن هذا عن هذا المسار الذي سارت فيه الأحداث على أرض فلسطين وفي نفس الوقت يعني لا بد أن نؤكد أننا نرسل رسالة دعم للمقاومة ورسالة افتخار واعتزاز بما حققته لحد اليوم لأن أن تدخل المعركة في اليوم الرابع والستين الذي نحن عليه اليوم فمعنى أنه المقاومة منتصرة انتصارا كاسحا بشهادة يعني الخبراء العسكريين بالنظر إلى موازين القوى بالنظر إلى حجم الدعم الذي يأخذ أخذه الكيان الصهيوني سواء الدعم السياسي أو الإعلامي أو العسكري لكنه مع ذلك لحد اليوم لم يستطع أبدا أن يحقق ولو نصرا يستطيع أن يقنع به نفسه ويقنع به شعبه ولذلك هو اليوم لاجأ إلى مجموعة من الأكاذيب ولاجأ إلى مجموعة من الأفعال المشينة كتعرية الناس المدنيين واتهام بأنهم مقاتلون في حين أنهم مدنيون أخذوا يعني بسهولة من المدارس فاليوم الكيان الصهيوني في حالة عار كبير عليه وبإذن الله تعالى بإذن الله عز وجل هذا ستكون لو تداعيات بعد توقف الحروب ستنتقل المعركة إلى داخل المجتمع الصهيوني وداخل يعني مؤسساته وانكسرت إلى حد لا رجعت بعده الثقة بين الجيش الصهيوني وبين وبين شعبهم الثقة بين مكونات المؤسسات يعني الكيان الصهيوني الجيش المخابرات يعني الرئاسة وغير ذلك وهذا كله في صالح القضية الفلسطينية وفي صالح العالم العربي والإسلامي الذي عانى بما فيه قادته عانوا من صلاف الكيان الصهيوني وتجبوره وتغيانه واعتبار أن له اليد الطولة في كل شيء أظن إن شاء الله تعالى أنه ستتحرر الشعوب العربية ستتحرك ذلك الأنظمة العربية من ضغط الكيان الصهيوني والدول المساندة فلذلك نحن نقول اليوم بإذن الله تعالى رسالتنا التي نجددها هي أن على الشعب المغربي أن يمضي قدما في مساندة الكفاح الفلسطيني تقافيا وسياسيا وإعلاميا كما تفعل الآن يعني هو يبريس جزاهم الله خيرا من خلال تغطية المسيرات الأنشطة التقافية الأنشطة السياسية لأن هذا الصهيان ما هي إلا سرطان يعني يثبت في أجزام الأمة العربية فيفضي إلى نتائج كارتية فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المرحلة هي منعطف في تاريخ الأمة الإسلامية والأمة العربية تتعافى مما أصيبت بخلال هذا القرن الماضي وتكون إن شاء الله تعالى لها تطلعات نحو التحرير ونحو الاستقلال وإعادة امتلاك السيادة الوطنية الحقيقية في أفوق إن شاء الله تعالى تكون عندنا وحدة عربية حقيقية وحدة إسلامية حقيقية إن شاء الله تعالى ونكون أمة يناسبها تاريخها حضارتها مقوماتها الهوية إن شاء الله عز وجل هوية بريس نحو إعلام هادف